يا صباح الجمال لا تجو نعمل كبكيك النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا ايه رأيكم في شكله وجماله؟ لا مش قادر اقول لكم بجد مقونات وبسيطة جدا جدا من غير مقونات شبهي يعني؟ بجد طريقته حلوة اوي اوي جوع اخر الليل يا جماعة بجد لما بتجوعي كده بتفقري في حاجات يعني تقومي تعمليها كده في ثانية لا ثانية وبصراحة بتطلع معاك حلوة جدا فعلا فعلا تأخذي القرار الصح لما تكوني جعانة تمام كده النهاردة هنعمل كبكيك بطريقة سهلة وبسيطة جدا بس قبل ما نبدأ لو اول مرة بتشوفوني تشتركوا في القناة و لايك لو الفيديو عجبكم مش عايزة اكتر من كده اللايك يا ستيكول يعني لما تحط اللايك هيجرى حاجة يعني تبقوا ليلي عشان خاطر حتى اديك واحدة كبكيك زي دي بصوا كبكيك وجماله؟ لا اشكاله على الوان كمان يعني بصوه مش حاجة واحدة حاجة فاخر من الاخر يلا ندخل على مقدرنا جبرة ان شاء الله وصفتنا بسيطة جدا جدا اول حاجة انا معي طبقة احط فيه بيضة مشي ان ارقيت حاجة في الطبقة كده فاحاول اشيلها انا احط بيضة مشي واحط ربع كباية من الزيت وزيها من اللبن واحط نص كباية سكر شفتوا مكوناته جمالها؟ لا بيجد من غير مكونات يعتبر يعني مشي اول حاجة هاخفك البيض بالزيت زي ما انتو شايفين كده هوا مشي وبعد كده هاضيف له على طول السكر نص كباية من السكر السكر غالي فا ايه حاولوا ان انتو تزبطوا السكر شوية مشي انا عايز اقول لكم ان انا كنت من عشاء السكر دلوقتي بحاول بيجد ان انا اقلله شوية شوية والواحد ما بيجيش غير ايه لما بيتقارس جاب حاطت بقى ربع كباية من اللبن زي ما انتو شايفين كده هوت كانت اخر حاجة قصلا شوية لبن عندي فبصوا تحيس ان انا بنزلها نقطة بنقطة هفضل وراها الغات لما تنزل كل اللبن اللي فيها اه يعني بصوا مش هسيب حقي زي ما انتو شايفين وكده ايه انا بخفق بالمضرب اليادة وكده عادي مش لازم خلاطين طبعا عايز تحطي خلاط او كبة اشتغل لما فيش اي مشكلة خالص تمام يا سبت الكل ما توقفش نفسك على حاجة انا معايا كباية من الدقيق مش هنزلها شوية شوية انا طبعا اللبن انا زي ما قلت لكم انا حطيت ربع كباية وكان اخر حاجة هحطت لها كده بمية عادل 3 معلق من المية كمان عشان خاطر العجينة تتلم معاي وبقت قوامها مظبوط جدا زي ما انتو شايفين كده اللهم مبارك ما شاء الله المكونات دي كلها عملتلي 10 كبكيكات يعني 10 من الكبكيك تمام كده احط بقى معلقة بيكين باودر كبيرة كده مشي وهاجب بقى الاوالب كبكيك بتاعت شوفتو القوام يا جماعة حلو جدا جدا ما شاء الله البيكين باودر حلو فبدأ ان هو يشتغل في حيث ان هي بدأت ايه ترتفع كده وانا لسه ما حد دخلتاش اصلا الفورد زي ما انتو شايفين كده هوت انا هجيب الاوالب احط شوية زيت في واحد وهبدأ اخد منه كده بالفرشة دير ما يدور كل الحروف تمام طبعا انت عايزة تبطانيها كمان بالدقيق بتلزق عند السنلاق الماسا بطناه بعد الزيت لكن لو كويس كفاية الأن منى هوا مع السيارة تتناب النجح وفي داير ما يدور الكوب كيك كده. مشي خلص الصينية كلها انا كده خلص ده انتهى. وبقت معي زي الفل زي ما انتم شايفين. هجب بقى كده الخليط بتاعي. ماشي وابدأ اصب. انا هعمل يعني تقريبا اتنين من اللي هو مسلا هيبقى لونهم ابيض. وهعمل اتنين تقريبا شوكولاتة وهعمل الباقي كده ايه مخلط. حط معلقتين كده ولا حاجة وبعد كده. هزود بقى على باقية الكمية. يعني انا هخلي ربع الكمية كده في الاخر. وهضف لهم معلقتين كده من الكاكاو. مشي. وبعد كده هضرفهم كويس جدا وابدأ بقى اشكل بقى الكوب كيك بتاعي. مشي عايز اقول لكم انا بعشق الكيكة اللي بتبقى لونين دي بصراحة. عن ما هي فانيليا او شوكولاتة. مشي اللي انا مالياها قوي دي هسيبها زي ما هي كده بيضو. اللي انا حطها بصي يعني احطها شوية صغيرين. احط عليها من فوق شوية شوكولاتة. مش عشان تطلع برضو كده ايه محترمة نفسها كده. اهوت زي ما انتم شايفين كده هوت. بكل سهول كده بس اهم حاجة بعد ما تخلص الخطوة دي يا ستة الكل. تنظفي حوالين كده كده كويس جدا لان لما بيدخل الفرن بيتحر وبيبقى ايه اللي ريحة كده. مشي زي ما انتم شايفين كده هوت وحط كمان معلقتين من الميا عشان تسهل معي كمان الكاكاو كده وانا بخلطه. بصوا زي ما انتم شايفين بالمعلقة كده هوت معلقة معلقة كده هحاول ان انا زبطهم زي ما انتم شايفين كده هوت بالزبط. مشي اخلص الكمية كلها ونرجع بقى نشوف بعد ما خلصنا يا جماعة كمية. ما شاء الله زي ما قلت لكم عملت لي عشر وحدات. مشي? اهوت هدها هبدة كده كده كويسة على الرخامة وادخلها الفرن على طول. الحاجات دي يا جماعة البسيطة دي ما بتاخدش سوى. تقريبا اتنشر دي وكانت طلعت معي بالعظمة والجمال ده. بالجد عايز اقول لكم ان احلى حاجة بتطلع وانتي جعانة. بس يا جماعة كده ايه رأيكم في الجمال والحالة? وبصوا. ما شاء الله مش لازق ولا اي حاجة بيطلع معاك بكل سهولة. بص الجمال طري جدا وهاش كده وهقطع واحدة معاكوا دلوقتي وهتشوفها من جوه. حلوة جدا جدا مفيش اجمل ولا اسهل من القابكيك ده. بصوا في اللانشبوكس بقى ينفع معاكي ده للولاد كده يفرحوا بيه جدا عايز اقول لكم انا عيالة اصلا هابلين زي كده بيحبوا الحاجات دي جدا جدا. بس يا جماعة كده الفيديو كان خالص ايه رأيكم في الجمال والحلاوة? طب بزمتك يسهل اللايك ولا لا? طب حط اللايك عشان نفتح لك واحدة كده وولا بقى تعال وكده نفتح واحدة ونشوفها من جوه عاملة ازاي. ينهر قبل على شكلها شكلها من جوه احلى من بره كمان. هوريكوا دلوقتي دخل الوان في بعضها كده بصوا تجنن. حلوة جدا جدا مشاء الله هم بارك كده. بصوا قد ايه هالشوترية اللهم بارك كده. بس يا جماعة اتمنى من كل قلبي بجد ان الفيديو يكون عجبكم.